باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ضلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرآ زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر هذا الحديث رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرآخ زحاما ورجلا قد ضلل عليه أي جعل عليه الظل فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر أي ليس من العمل الصالح الذي يتقرب به الله تعالى فالبر هنا المقصود به العمل الذي أمر الله به ورسوله البر هو كل ما أمر الله تعالى به ورسوله من العمال الواجبة والمستحبة فليس من البر قول ليس من البر يعني ليس من العمل الصالح الذي شرعه الله تعالى وجوبا أو استحبابا الصوم في السفر وهذا استدل به القائلون باستحباب الفطر مطلقا لأن النبي قال ليس من البر الصوم في السفر فدل ذلك على أفضليته لكن ينبغي في مثل هذا أن ينظر إلى السياق الذي ورد فيه الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم في حديث أبي الدرداء أنه صام في يوم حار شديد الحر وهنا قال ليس من البر الصوم في السفر فالجمع بين هذه الأحديث أن ذلك إذا كان يشق عليه فإذا كان يلحقه ومشقه ويتعب ويبلغ هذه الحال فإنه ليس من البر الصوم في السفر فإنه ليس من البر الصوم في السفر